السلام عليكم ورحمة الله صباح الورد والعسل والفل والياسمين على احلى متابعين في الدنيا او فيست او جاكت هتعمليه ازاي وكله بالتفاصيل ممكن تستخدمي خيط سافي عشان تعملي حاجة سافي او تستخدمي خيط شتوي عشان تعمليه شتوي يعني ممكن تستخدمي خيط ليزا هديفة زي احنا في الفيديو عائلين او ليزا كوتون جولد او مصر البيضة او حلوان او خطة حتى المنجد تستخدمي للسيف او ممكن تستخدمي الشتوي خيط هملايا او ناكو او هملايا افريدي او ليزا بيبي سكريم او كورتوبة او اي خيط شتوي عشان تعملي شال شتوي او كفية شتوي والي اتنين ينفعوا ان شاء الله بس المقاس بس اللي هيتغير وده في الشتوي هتقلي المقاسات شوية لان الغرزة بتبقى اكبر ياربكم سهل عليكم لايكوش للفيديو وحبكم جدا ونبتلي بسم الله ممكن تستخدمي خيط سيفي عشان تعملي حاجة سيفي او تستخدمي خيط شتوي علشان تعملي شتوي يعني ممكن تستخدمي خيط ليزا هديفة زي احنا في الفيديو عائلين او ليزا كوتون جولد او مصر البيضة او حلوان او خطة حتى المنجد تستخدمي للسيف او ممكن تستخدمي الشتوي خيط هملايا او ناكو او هملايا افريدي او ليزا بيبي سكريم او كرطبة او اي خيط شتوي عشان تعملي شال شتوي او كفية شتوي والي اتنين ينفعوا ان شاء الله بس المقاس بس اللي هيتغير وده في الشتوي هتقلي المقاسات شوية لان الغرزة بتبقى اكبر ياربكم سهل عليكم لايكوش للفيديو وحبكم جدا ونبتلي بسم الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ده بخيط اليزا ديفا او اي خيط انت عايزة في حاجات قطن كتير زي اليزا كوتون جولد او مصر البيضة وانا هستخدم اللون يا ده طبعا ايه حاجة ترجع لك هستخدم معاها ابراستاليس مقاس اربعة نعمل سلسلة مضاعفات رقم اربعة عشر يعني هنعمل اربعة عشر واربعة عشر عشر وفي الاخر هنضيف عليهم اتنين سلسلة هنعمل عقد البداية بسم الله كده ندخل كده الابرة وناخد الطرف الصغير واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر حداشر اتناشر تلاتة اربعة عشر بعدين نرجع لعيد تاني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر حداشر اتناشر تلاتة اربعة عشر هنعمل كمان اربعة عشر هنضيف عليهم اتنين سلسلة اعملت ثاني هاوضيف عليهم اتنين سلسانة واحد اتنين تمام هاجي السطر بقى رقم واحد اسيب سلسلتين من بعد الابرة وفي السلسلة رقم تلاتة هدخل واعمل غرزة حشب اخد لفة اللفة اطلب من حلقة دي هدخل في السلسلة اللي بعديها واخد لفة لفة واطلب حشب كده اعملت اتنين حشب هعمل اربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة وهاخد لفة هسيب من تحت اربع سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة وفي رقم خمسة هدخل واعمل خمس اعمل ادي واحد اتنين في نفس المكان اتنين سلسلة تلاتة سلسلة في نفس الحلقة اربعة خمسة اعملنا مروحة صغيرة هي تمام هعمل اربع سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة هعد من تحت خلي بالك الحلقة اللي بتشغل فيها بتحسنها وسعت واللي جابيها بسطة اصغيرة فهي واحد اتنين تلاتة اربعة وفي سلسلة رقم خمسة هدخل واعمل غرزة حشب هدخل في السلسلة اللي جنبيها واعمل غرزة حشب يبقى كده اتنين هدخل في السلسلة اللي جنبيها واعمل غرزة حشب كده تلاتة هدخل في السلسلة اللي جنبيها واعمل غرزة حشب وانا كده عاملة اربعة حشو هدخل في السلسلة اللي جانبيها واعمل غرزة حشو يبقى كده كان خمس هعمل واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة هفوت من تحت هاخد لفة الاول هفوت من تحت واحد اتنين تلاتة اربعة في السلسلة رقم خمسة هعمل خمس اعمل ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة يبقى كده كان مروحة تعني اهي ادي مروحة ودي مروحة هعمل واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة هعيد من تحت السلسلة دي بتكبر واللي بعدها بتزغل بصي اهي هعيد السلسلة جانبيها لطول واحد اتنين تلاتة اربعة وفي السلسلة رقم خمسة هعمل حشو وفي السلسلة اللي بعديها هعمل حشو ادي كده اتنين في السلسلة اللي بعديها هعمل حشو ادي كده تلاتة في السلسلة اللي بعديها هعمل حشو اربعة في السلسلة اللي بعديها هعمل حشو خمسة هعمل 1, 2, 3, 4 سلسلة هاخد لفة وهعد من تحت 1, 2, 3, 4 وفي سلسلة رقم 5 هعمل 5 اعمدة ادي 1, 2, 3, 4, 5 هعمل 1, 2, 3, 4 سلسلة فيش اسهل من كده. هسيب واحد اتنين تلاتة اربعة. وفي الغرزة رقم خمسة هعمل حشو. واللي بعديها حشو. وفي اللي بعديها حشو. كده كان? تلاتة حشو. وده اخر بالسطر. سطر. سطر. رقم اتنين. هعمل سلسلة. حلف الشغل. هعمل غرزة حشو. فوق غرزة حشو رقم اتنين. هعمل اربعة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة. هاخد لفة. عندي هنا خمس اعمدة. هعمل فوق اول عمود عمود. هدخل فوق اول عمود كده. واعمل عمود. فوق العمود التاني. هعمل عمود. في العمود اللي في النص. هعمل كالات. شركزوا معي. هعمل عمود. افلوا افلها واحدة. وهاخد لفة. واضخل في نفس السلسلة. وهاخد لفة. لفة. هطلع من حلقتين. معايا تلات حلقات على ابره. هاخدهم سوى. تمام? هعمل تلاتة سلسلة. واحد اتنين تلاتة سلسلة. وهاخد لفة. هو في نفس. اه فوق نفس العمود. هعمل برضو عمودين مجمعين مع بعض. هاخد لفة. لفة واطلع من حلقتين. وزيب التلتة على الابر. هاخد لفة واطلع. وادخل في نفس العمود. واخد لفة واطلع. لفة واطلع من حلقتين. معايا تلات حلقات على ابره اخدتهم كلهم سوى. هعمل عمود فوق العمود الرابع. وعمود فوق العمود الخامس. وده شكلها. تمام? هعمل اربعة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة. عندي هنا خمسة غرزة حشو. هسيبي الاولى وبطلع اخيرة وهعمل في تلاتة رفل نصح حشو. هادخل في رقم اتنين واعمل حشو. حشو في تاني حشو. هادخل في غرزة حشو التانية وهعمل غرزة حشو. حشو فوق الحشو التلتة. كانوا خمسة خلتهم تلاتة. تمام? هعمل اربعة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة. هاخد لفة. عندي هنا الخمسة اعمده. فوق اول عمود هعمل عمود. فوق تاني عمود هعمل عمود. فوق تالت عمود هعمل عمود. اقفل وافلة وحدة. وخض لفة ودخل ثاني فوق نفس العمود واخد لفة وقفل 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 وحدة معاية ثلاث حالات لابرة خطوم كلهم سوا هعمل واحد اتنين تلاتة سلسلة اخد لفة وادخل في نفس العمود واخد لفة واطلع لفة وقفل افلة وحدة اخد لفة وادخل فوق نفس العمود لفة واطلع وقفل افلة وحدة معاية ثلاث حالات لابرة خطوم كلهم سوا هعمل فوق العمود الرابع عمود وفق العمود الأخير عمود واحد اتنين تلاتة أربعة سلسلة عندي خمسة حش هزيب الأولاني وعمل فوق الثاني حش وفوق الثالث حش وفوق الرابع حش وهزيب الحش ورقم خمسة واحد اتنين تلاتة أربعة سلسلة هاخد لفة وعمود فوق أول عمود عمود فوق تاني عمود العمود رقم تلاتة هدخل أخد لفة لفة وقف القفلة واحدة هاخد لفة وادخل فوق نفس العمود هاخد لفة واطلع لفة وقف القفلة واحدة لفة وطلع من الثلاث حلقات سوا هعمل واحد اتنين ثلاثة سلسلة هاخد لفة وادخل فوق نفس العمود لفة واطلع لفة وقف الافلة واحدة لفة وادخل فوق نفس العمود لفة واطلع لفة وقف الافلة واحدة معي ثلاث حالات على الابرة هاخد لفة واطلع من كلهم هاخد لفة وادخل فوق العمود رقم اربعة وعمل عمود لفة فوق العمود رقم خمسة وهعمل عمود واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة عندي في اخر السطر عندي فيه تلاتة حشو هسيب اول حشو منهم وهعمل اتنين حشو فوق الاتنين حشو اللي فضلين واحد وهنا فوق اخر سلسلة عنش ديقة وده سطر رقم اتنين رقم تلاتة هعمل سلسلة وهلف الشغل وهعمل غرزة حشو فوق غرزة الحشو اللي هدقبني هعمل اربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة هاخد لفة وهعمل عمود فوق اول عمود عمود فوق تاني عمود عمود فوق العمودين اللي متجمعين سوا في الفراغ ده هعمل اربع عمودة مع بعض واحد اتنين تلاتة اربعة هعمل عمود فوق العمودين من الجمعين سوا وعمود فوق العمودين اللي باقيين فوق كل عمود عمود يبقوا كده يبقوا كام اتنين اربعة ستة تمانية عمودة اتنين اربعة ستة تمانية عمودة اتنين من العدد بتائك عشان مع دقيين ما يحصلش غيرها هعمل واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة عندي هنا تلاتة حشو هعمل فوق تلاتة حشو تلاتة حشو نغير التانين يعني هعمل حشو فوق اول حشو حشو فوق تاني حشو حشو فوق تالت حشو هعمل واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة هعمل عمود فوق العمود الاولاني عمود فوق العمود التاني عمود فوق التجمع متعلق عمودة اربعة عمودة جوه الفراغ ده ادي واحد اتنين تلاتة اربعة عمود فوق العمودة المجمع دي وعمود فوق العمود اللي بعديها وعمود فوق العمود اللي بعديها كده بقى عندي عشر اعمدة هعمل واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة وتلاتة حشو فوق التلاتة حشو اللي هي قابلوني ادي واحد وحشو فوق اللي بعديها اتنين وحشو فوق اللي بعديها تلاتة واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة وهعمل عشر اعمدة فوق العشر اعمدة دي وارجع عشان نكد. عملت العشر عمدة. هعمل اربعة سلسلة. واحد اتنين تلاتة. اربعة سلسلة. وهعمل اتنين حشف ولاتنين حشو. الا عندش. هعمل حشو. هنا هو. وحشفه اخر غرزة حشو. هنا هو. كده. وده سطر الرقم تلاتة. سطر رقم اربعة. هعمل خمسة سلسلة. واحد اتنين تلاتة. اربعة. خمسة سلسلة. وهلف الشه. هاخد لفة. هفوت اول عمود. وفوق تاني عمود. هشتغل تلات عمدة مع بعض. فوق نفس العمود. هذه. عمود. اتنين. تلاتة. فوق نفس العمود. تمام. سلسلة. هاخد لفة. هفوت عمود وفوق العمود التاني. اللي بعضه يعني. هعمل عمودين مع بعض. هامل عمود. قافل وقافلة واحدة. واخد لفة. وبنق افصل العمود. هامل عمود. واخد. قافل وقافلة واحدة. معي تلات حالاتها العبرة. هاخد لفة. وقافلهم كلهم سوا. هامل سلسلة. دول جامودين مجمعين من اعلى ومن اسفل. سلسلة وفوق العمود اللي بعديها ها من نفس الحركة. عمود واقفل افلة واحدة. وعمود فوق نفس العمود. واقفل افلة واحدة. تلات حلقات على الابرة اخد لفة واطلع منهم كله. سلسلة. اخد لفة وادخل فوق العمود اللي بعدها على طول. لفة واطلع. لفة واطلع من حلقتين. واسيب التالسة على الابرة. هاخد لفة وادخل فوق نفس العمود. لفة واطلع. لفة واطلع من حلقتين. واسيب الأخيرة على الإبرة معي 3 حلقات على الإبرة هاخد لفة واطلع منهم كلهم هعمل سلسلة وفوق العمود الرابع هعمل نفس الحركة عمود وقفل 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 وحدة واخد لفة وعمود وقفل وقفل وحدة لفة واطلع من 3 حلقات سلسلة هفوت عمود وفوق العمود اللي بعده هعمل 3 أعمدة مع بعض 1 2 3 ودي شكلها كده تمام هعمل 1 2 3 4 سلسلة هدخل هزيب الحشو الأولينية والأخيرة هدخل في النص بس هعمل واحدة حشو وعمل 1 2 3 4 سلسلة وهاخد لفة هفوت أول عمود وفوق تاني عمود هعمل 3 أعمدة مع بعض هدي 1 2 3 3 أعمدة في نفس المكان سلسلة هفوت عمود وادخل فوق العمود اللي بعديها هعمل عمود اقفل وقفل وقفل وحدة واخد لفة فوق نفس العمود اخد عمود وقفل 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 وحدة معي 3 حلقات على الإبرة هخد لفة واطلع من كله سلسلة هعمل فوق العمود اللي بعديها على طول عمود وقفل 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 وحدة واخد لفة فوق نفس العمود لفة وعمود اقفل وقفل وقفل وحدة 3 حلقات الإبرة اخدهم كلهم سلسلة فوق العمود اللي بعديه هاخد لفة وقفل 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 وحدة عمود وقفل 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 وحدة 3 حلقات هاخدهم كلهم سلسلة وفوق العمود الرابع هعمل نفس الشيء عمود وقفل 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 وحدة وادخل فوق نفس العمود وعمل عمود وقفل 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 وحدة 3 حلقات الإبرة اخدهم كلهم سلسلة سلسلة. هفوت عمود وفق العمود اللي بعضه هعمل تلات اعمدة مع بعض. واحد اتنين تلاتة. واعمل اتنين تلاتة. واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة. هعمل غرصة حشل فوق غرصة حشل في النص. واعمل اربعة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة. وهعمل فوق نفس هنا في الغرزة دي هعمل نفس اللي انا عامليه هنا هون. هسيب عمود وعمل تلات اعمدة فوق العمود اللي بعضه. سلسلة. عمودين مع بعض. من جمعين من اسفل ومن اعلى مع بعض. فوق الاربع اعمدة اللي في النصف. فوق كل عمود منهم. عمودين من جمعين مع بعض. هون. وبعدين سلسلة وهفوت عمود. وعمود دلات اعمدة مع بعض فوق العمود اللي بعده. وبعدين هفوت عمود واربعة سلسلة وحشل في الغرزة حشل اللي في النصف. ده هود اخر السطر. اخر وحدة. هاخد على الابرة. لفة اتنين تلاتة على الابرة. وهنا كان عندي اتنين حشل. هسيب بالاولانية وفوق اخر غرصة حشل. هدخل. واخد لفة. لفة وطلع من حلقتين. لفة وطلع من حلقتين. لفة وطلع من حلقتين. وده عمود بتلات لفات. تمام? هعمل ثلاثة سلسلة. واحد اتنين تلاتة سلسلة. هبشي السطر. هرفي الشغل. هاخد لفة. اول عمود. هسيبه. فوق تاني عمود. هعمل عمود. فوق تارتة عمود. هعمل عمود. فوق الفراغ اللي هو سلسلة ده. هعمل عمود. فوق اول تجمع اللي عمود. هعمل عمود. فوق السلسلة اللي بعديها هعمل اتنين عمود. هعمل هنا عمود. واتنين عمود في نفس الفراغ. هي الحتة دي لبس نفيها اتنين عمود. تمام? هعمل عمود فوق التجمع اللي بعديه. عمود فوق السلسلة اللي بعديه. عمود فوق التجمع اللي بعديه. عمودين. فوق الفراغ ده. يبقى هنا عمودين والأبجيها عمودين. خلاص? عمود فوق التجمع ده. عمود في السلسلة اللي بعديها. عمود فوق العمود اللي هيقابلني. عمود فوق العمود اللي هيقابلني. ده. يبقى مجمعهم اهد شكلها. دوسي آية. فاتلك اه. ادي ثلاثة سلسلة اولا اسفة والنين podstawيهم. ادي عمود اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبع ثمانية تسعة عشرة حداشر اتناشة توتشار اربعة خمستاشر عمود. تمام? تمام. هاخد لفة هتجاهل كل القدامي ده. وهتجاهل اول عمود وفوق تاني عمود اروح دخل على طول وعمل عمود هيبدأ بقى الشغل يلم معاك. عمود فوق تاني. عمود. عمود في الفراغ. عمود فوق اول تجمع. عمودين في اول فراغ بعد التجمع. واحد. اتنين. عمود فوق التجمع اللي بعديها. عمود فوق الفراغ اللي بعديها. عمود فوق التجمع اللي بعديها. اتنين عمود فوق الفراغ اللي بعديها. واحد. اتنين. عمود فوق التجمع اللي بعديها. عمود فوق الفراغ. عمود فوق العمود اللي بعديها. عمود فوق العمود اللي بعديها. وهاخد لفة. هتجاهل كل ده. وهسيب العمود الاواني وفوق العمود اللي التاني. هعمل عمود. وهكزا لغاية مخلص السطر. بصو اهي. لما بتاهيو شكلها جميل معنا اهي. تمام? واخد من لغاية اخر السطر. اخر السطر. هعمل عمود فوق اخر عمود عندي. تمام? وده شكل في السطر رقم خمسة. سطر رقم ستة. هعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية سلسلة. وهاخد لفة وهرف الشغل. هاخد لفة وهفوت من بعد الابرة واحد اتنين تلاتة. سلسلة وفي سلسلة رقم خمسة. هان سفوت اربعة كمان وفرقم خمسة. هدخل واحد من العمود. تمام? هاخد لفة. هفوت من تحت. نحن نواتش عمل اشتغلين فوق العمود ده هفوت العمود التاني. التالت والرابع. فوق العمود الخامس هدخل واعمل عمود. وهدخل فوق العمود اللي بعديها وهعمل عمود. هدخل فوق العمود اللي بعديها وهعمل عمود. فوق العمود اللي بعديها عمود. هشتغل كلهم. يعني هسيب اول ثلاثة عميدة واخر ثلاثة عميدة. هما اللي مش هشتغلهم. عمود فوق العمود. معايدة اخر ثلاثة عسيبهم. اول ثلاثة عسيبهم. هما كانوا خمستاشر يبقى هيبقى عندي اهو. سبتة اخر ثلاثة عميدة واول ثلاثة عميدة. معايدة اتنين اربعة ستة تمانية تسعة عميدة. تمام? هالف. لف. اتنين. ثلاثة. اربعة. لف. هدخل هنا بين ال гр entrada اللي الوحدة جيه والوحدة جيه. بينهم كده هنا. واخد لفة. لفة واطلع من حلقتين. لفة واطلع من حلقتين. لفة واطلع من حلقتين. لفة واطلع من حلقتين. هعمل 1 2 3 سلسلة. هاخد لفة. هنا في الاف له هسيب اقات قفلة من هنا. وهدخل في في نص العمود كده اهو. تاني اهو. احنا هنا مش قفلين اربع عفلات. هسيب قفلة منهم وادخل في نص العمود كده هنا. واخد لفة واعمل عمود. هاخد لفة هسيب تلت اعمدة. وفوق العمود رقم اربعة هعمل عمود. فوق العمود رقم خمسة هعمل عمود. فوق العمود رقم ستة هعمل عمود. هفضل عمل عمود فوق كل العمود لغاية ما يبقوا تسع عمدة. هسيب اول تلت اعمدة واخد تلت اعمدة. والشغل عليه في النص. كده. تسعة. هسيبت اول تلت اعمدة واخد تلت اعمدة. وعملت تسعة عمدة في النص. هامل. لفة اتنين تلات اربع الابرة وهدخل في النص هنا. هاخد لفة. لفة واطلة من حلقتين. لفة واطلة من حلقتين. لفة واطلة من آخر حلقتين. هعمل تلاتة سلسلة. واحد اتنين تلاتة سلسلة. هاخد لفة. هفوت قفلة كده. وهدخل في نص العمود كده هنا هو. واخد لفة. وعمل عمود. وبعدين هاخد لفة. هسيب تلت اعمدة. وفي العمود رقم اربع. هعمل عمود وهكذا هنا. نص يا هيدي عملة افيفة وراغ هنا صغير ده هو. ده لعشان هنشتغل عليه الدور الجاي. اعملت الاعمدة في النص هنا في اخر السطر. هعمل لفة اتنين تلاتة على الابرة. وهدخل فين? في التلاتة سلسلة اللي كانوا اول سطر اللي قابلوا. من هون فوق. اول السلسلة. واقفل. افلة. اتنين تلاتة اربعة. واعمل اتنين سلسلة بس. فاول سطر بعمل اتنين سلسلة. وهياخد لفة وادخل في نص العمود كده. واعمل عمود. السطر هما دول الست اسطر اللي هيكرروا معانا طول الشغل. يعني هما طول اللي هيبيلولك شكل الغرزة. تمام? فهما الستة دول. انا الوقت هتبعلك سطر رقم سوعة اللي هو تكرار سطر رقم واحد. تكرار سطر رقم واحد وانت هتعيد النفس جزئيه دي بقى فوق. يعني انا يبقى السطر رقم سبعة تكرار سطر رقم واحد. اوكي? هنعمل ايه يا حلوين? هنعمل سلسلة. هنلف الشغل. والفراغ الصغير ده هعمل حشو. اتنين. وفوق العمود ده هعمل واحدة حشو. كده كان تلاتة حشو. هعمل اربعة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة. هنا عندي تسع اعمدة صح? هسيب واحد اتنين تلاتة اربعة اعمدة. وفي العمود رقم خمسة. هعمل خمس اعمدة مع بعض. واحد اتنين في نفس اللغرزة. تلاتة اربعة عمود. واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة. هنا بصوا الفراغ اهي. الفراغ الصغير احنا كنا عاملينه. فوق العمود ده هعمل واحدة حشو. جوه الفراغ هعمل تلاتة حشو. ادي واحدة اتنين تلاتة. جوه فوق العمود الاخير. هعمل واحد حشو. بعدين اعمل واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة. وهياخد لف. هنا عن تسع اعمدة. هسيب اربعة واحد اتنين تلاتة اربعة. وفي العمود رقم خمسة. هعمل خمس اعمدة. ادي واحد اتنين تلاتة. اربعة. خمسة فوق نفس العمود. واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة. عندي هول فراغ الصغان تده. فوق اول عمود هعمل حشو. جوه الفراغ الصغير هعمل تلاتة حشو. واحد اتنين تلاتة. فوق العمود اخير هعمل حشو. كده بقى وقام خمسة حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة. وهعمل نفس الحركة. هعد اربعة سلسلة اربعة عمدة. في العمود رقم خمسة. هعمل خمس عمدة. وهكمل وهكذا لغاية اخر السطر. تلاتة. اربعة. خمسة. واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة. هنا عندي فيه فراغ صغير اهو. فوق العمود اللي هقابلني هعمل حشو. وفوق جوه هنا هعمل اتنين حشو. واحدة اتنين اهو. كده انا عملت لكم الصف الاول. اللي هما اربعة سلسلة. تلاتة حشو الاول. واربعة سلسلة. خمس اعمدة. اربعة سلسلة. خمسة حشو. اربعة سلسلة. خمس اعمدة. اربعة سلسلة. خمسة حشو. اربعة سلسلة. خمس اعمدة. اربعة سلسلة. تلاتة حشو. ده بالضبط السطر الاولين. سطر رقم اتنين هنكرروا في ايه? سطر رقم اتنين وهيكزين. هما ستستردل وهما هيكرروا. كده انا عملت لك سطر الاول. وهنكمل. هكمل انا وايه? وارجع لكم. هفضل اقرر انا كررتهم كده واحد اتنين تلاتة. تلات مرات. تقدر تعملي بقى منها بلوزة شعل سكارف آآ بلوز طب آآ اي حاجة انت عايزاها وممكن تعملي منها مفرش كمان. اخر شطر في الغرزة بعد ما تخلصي خالص. هنعمل سلسلة. هنلف الشغل. في الفراغ الصغير ده هنعمل اتنين حش. واحد اتنين. فوق العمود ده هنعمل واحدة حش. عندنا هنا في تسع عمدة. هنعمل فوق كل عمود واحدة حش. ادي واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسع. عندي هنا الفراغ الصغير ده على اول العمود. هعمل حش. وهعمل تلاتة حش في جوه الفراغ. واحد اتنين. تلاتة. اه جوه الفراغ تلاتة. هعمل برا العمود ده حش. عندي تسع عمدة هعمل حش وهكزا لغاية ما خلص السطر كله. هخلص الحش. وارجع عشان اقول لكم هتعملوا قد ايه للشال وقد ايه للسكارف وقد ايه للا اه اي حالة انت عايزين تعملوها. ده القطع عندي مضفتها وخلاص. دي حوالي تمنتاشر سنتي. اوكي? تمنتاشر سنتي وانا تدعت باربعتاشر سلسلة قررتها تلات مرات. تمنتاشر سنتي. عملت. اربعتاشر تلات مرات. وفي الاخر دفت عليها اتنين سلسلة. تمام? لو انا عايزة يعطيك اديك كده بالنسبة لي كوفية حلو قوي. او سكارف سيفي. ممكن تنميها بخيط شتوي. وتبقى شال. الشال بيبقى في الغالب خمسين في متين او خمسين في مية وتمانين سنتي. تمام? عشان اعمل شال. يبقى هقسم الخمسين على التمنتاشر. عشان اعرف هكرر هقمر. هيبقى اتنين وسبعة من عشر. يعني هكرر حوالي ثم مرات. يبقى هضرب. الرقم اللي تضيع لي هنا في تلاتة. انت اخذي رقم الاخير لو انت مش فهم ما انا بعمل اي? يعني بس انا بشرح للناس اللي عايزة تفهم ازاي عايزة تهم. يبقى هعمل حوالي مية ستة وعشرين سلسلة. ده لو هنا هعمل شال. هيبقى عرض الشال ده حوالي اربعة وخمسين سنتي متر. يبقى هعمل شال مية ستة وعشرين سلسلة. تمام? اما بالنسبة للبلوزة او التوب انا ممكن اتنين قطعة مستطيلة. القطعة دي عرضها نص محيط الصدر. واعمل قطعة تاني. في بلوزات كتير معمولة في القناة بنفس الفكرة ده. ما بلوزة كاملة. اشبك من هنا لهنا. واشبك هنا وهنا. وبشبك من عندي الكتاف هنا. وبسيب هنا دي للرقبة. ودي للكم. لو انا عايز اعمل للكم باشتغل داير ما يدور نفس الغرزة على الكم. لو انتو عايزين يعملها لكم بلوزة. ولولي في التعليقات لو لقيت اكتر تعليقات ان هي بلوزة. انا ممكن اعمل لكم بلوزة بنفس آآ الغرزة. وفي بلوزات كتير موجودة على القناة وجاكت وحاجات كتير جدا موجودة على القناة. وممكن تعملوها زي الجاكت الاصفر. اللي هو اعمل قطعة مستطيلة. ايه لا كده? قطعة طويلة. اللي هو طول محيط السطر. واطلع كده. وافضل شغالة لغاية ما اوصل عند فتحة الباط. فتحة الباط يعني هو هفضل شغالة كده 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 كده. او ما اوصل لفتحة الباط هشغل كده 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 ولغاية تمقفل هنا. وبعدين الشغل القطع اللي في النص لوحدها رايح جاي رايح جاي. وبعد كده فتحة الباط التانية وبعد كده هشغل حتة دي. بعد كده هشربك الجزئية دي في الجزئية دي. والجزئية دي في الجزئية دي. وهي بقى جاكت آآ مقفوط. تمام? لو عايزة ترجعي لنفس الطريقة دي جاكت الاصفر. على القناة. لو مش عافية توصليه وقول لي وانا احطولك في التعليقات. واحطيك آآ القرمة بتاعة الملابس كلها ان شاء الله في التعليقات برضو. آآ بحيس ان هي سهل عليكم لاني اكيد آآ انا بعمل موديليات كتير ما شاء الله. فمش كل الموديليات هقدر ان انا آآ اعملها كلها ملابس. فكل واحد بيبقى فيه غرزة معينة عجداء وعايز يعملها آآ آآ الحاجة اللي هو حبيبها. يا ربكم في التقوم ويكون سهل عليكم لو يتوشيل الفيديو. بحبكم جدا. واتمنى تقولولي انتو شغلين في ايه دلوقتي. وايه اللي انتو بحتاجيني منه. وايه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.